أكيد الجميع بيرغبوا بالحصول على ابتسامة رائعة ومظهر لائق للأسنان قديش هذا الشيء بيعزز الشعور هيك بالراحة النفسية يعني شعور جيد وأكيد في كتير تقنيات وآليات اتطورت بتجميل الأسنان رح نحكي مفصلا عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة هزار نشاوي أخصائية في طب الأسنان التجميلي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحكم صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا لليوم يعني خلينا بداية نكون واقعين نقول أنه بالفترة الأخيرة صرنا نشوف كتير من الناس ما عند عم تتقبل شكل الأسنان الطبيعية يمكن بسبب التطورات الكبيرة اللي طرأت على طب الأسنان صار فيه تقنيات علاجية عديدة إن كانت فينير إن كانت عدسات أو ليزر طيب عندنا خيارات عديدة اليوم أنا كيف أريد أختار الشيء اللي بلانسبني وشو هي أبرز وأحدث تقنيات تجميلية بطب الأسنان بطب الأسنان التجميل اليوم صارت التوجهات بتعتمد نحو تحضير المحافظ الكونسيرفيتف بروبيريشن اللي هو بيعتمد على فكرة أنه نزيل أقل قدر ممكن من النسوج السنية مو بس بالتجميل بالمعالجات أيضا يعني نحن ما عاد أزلنا كتير نسوج من السن حافظنا على بنية السن لأنه السن يعني شيء ثمين ما منقدر نعوضه بأي مادة تانية لذلك حتى بالتجميل اتجهنا نحو التحضير المحافظ اللي بأقل كمية من إزالة النسوج السنية أو حتى ما منحضر أبدا هذه هي التقنيات الحديثة صارت بتعتمد على التكنيك أكثر من المواد من الماتيريال لذلك صار عنا خيارات عديدة بأنه نحن مثل ما حكينا لما بكون عنا شروط مناسبة من استفاف الأسنان وتوضعها ضمن الفيك فينا نحن نعمل طريقة معينة بأنه نحن نحضر الأسنان بطريقة كتير بسيطة جدا ونحط قشور الفينيرز الخزفية خلينا نحكي شوي عن آلية الحفر شو هي مثل ما حكينا هي بتعتمد على إزالة النسوج بسيطة جدا يعني 0.3 طب في أشخاص كتير بيخافوا من هاي القصة أنه وقت نحنا بنا نشيل فينا نقول متعارف علي طبقة من الأسنان مهين بيقولوا أنه هاي بتضر مع الأيام أو أنا ما حأعملها ممكن يلجأوا لأي شيء تاني من شان بيخافوا أنه تنظر هل شيء له ضرر أو لا تمام هلأ نحنا خلينا نقول أنه إزالة طبقة من السن بحدود معينة ما بتأثر على طبقة السن لأنه نحنا ما حنكون تحضير نجائر لكن بالوقت الحالي طرحت حلول عديدة غير أنه الفينير وغير إزالة من النسوج السنية صار عنا إذا الأسنان فيها بروزات بسيطة أو تراجع بسيط فينا نحنا نعمل تقويم للمريد ممكن تراكب بسيط للأسنان فينا نحنا نطرح حلول بأنه مثلا نحنا نعمل إجراءات التبييد نعمل مثل ما حكينا ممكن يكون لدينا تدخل بين التقويم والفينير نعمل أول شيء استفاف للأسنان بعدين نحنا نحط طبقة من الفينير على الأسنان نحنا لما منصف الأسنان ما حد نحتاج أنه نقيم منه طبقة كثير أسناء البريد لرجع على المكانه لذلك فينا نبلش بالتقويم وبعدين نعمل الفينير على الأسنان بحال إذا كان في بدون تقويم الأسنان لكن بحال لما بيكونوا الأسنان طبيعيين بس مجرد الفينير هو خلينا نقول أنه مجرد عملية تجميلية ما بنحتاج له حتى هذا بالطلب مثل ما حضرتك حكيتي شروط مناسبة أنه يكون الأسنان بالأصل صحية وسليمة ما فيها نخورات الأسنان متوضعة بشكل جميل ضمن الفك يعني ما فيها محاورة تكون كلها متوازية بهالحالة نحن ما منبرد أو منبرد بشكل بسيط جدا لثة تكون سليمة المريد بالأصل في عنده عناية فموية بيهتم بصحية أسنانه إذا توفرت عندي كلها الشروط بالإضافة يكون أطباقه أيضا سليم يعني بتباق بأماكن مثالية للأسنان ما في عنا أطباق متقدم أو متراجع إذا توفرت كل هاي الشروط المناسبة نحن فينا نعمل تحضير بسيط للأسنان أو حتى بحالات كتير استثنائية إنه ما نحضر أبدا بس هاي الشروط اللي عم نحكي عليها بتتوافر عند عشرة بالمئة فقط من الناس يعني خلينا نكون واضحين وصريحين يعني ونأكد على معلومات كتير كتير حاب يكون عنا على السوشال ميديا معلومات شائعة جدا وممكن تكون مغلوطة بأنه مثلا بعض الحالات إنه المريد إذا ركب فينيرز بعد فترة فينه يفكرون ويرجع لأسنانه الطبيعية هلأ خلينا نكون عمليين وبالطب هذا الشي غير صحيح وغير متواجد بني أنا فك الفينيرز ويرجع لأسناني لأنه أنا عمليا زل الطبقة بسيطة خرجت الأسنان عرضت لموات حتى يمكن حجمهن تغير الأسنان تمام ممكن حجمهن ممكن تموضع اللي السهي على الأسنان كل هذا بيأثر طيب لأي درجة اليوم مهم توعية الطبيب للمريد عفوا هلأ لازم هاي كتير نقطة مهمة وهي بتعتمد على نجاح العمل التجميلي من البداية فلازم أنا اشرح للمريد كل الخطوات اللازمة لحتى أنا أعمله فينير بإني أنا أوضح له بإني نحن ما عنا عودة للوراء بإني أنا أرجع فيك الفينير وحط أسنانك يعني لازم يكون شرحه الطبيب كتير دقيقة مفصل بأول جلسة وشامل لكل خطوات العمل بقداش نحن لازم يكون التجميل نتيجته هل هي 100% أو سمعيب بالمية طبعا حسب الحالة المتواجدة فأنا لازم ناقش توقعات الموجودة بعقل المريد نظر انتهدوا الدائمين ما بقى فيك أنه لازم أعطي كل هاي الحلول في حالات ممكن تستدعي أنه فك الفينير لمرحل معينة ممكن ترأ شي حالات علاجية أو شي بالأسنان الأساسية ممكن نضطر لفك الفينير ونرجع نركبه بعد هذا العلاج طبعا نحن بغالبية الحالات ما منفك الفينير نحن بنشرح للمريد إنه إذا إجتني أنا بعد الحالات مثلا التهاب بالأعصاب ألم لوبة نحن من سميئة أو ألم بالعصاب فينا ندخل من داخل الأسنان من داخل نسحب الأعصاب ونحط حشوات ونخلص الأمر من دون ما نفك الفينير بس مو دائما بين سحب العصاب قبل تركيب الفينير حسب الحالة الموجودة يعني طبعا هلأ الفينير بيعتمد أنا لما بجيرك بعض السن على بنية السن هل السن متهتك يعني ما بتفضلوا أنه سحب العصاب كثير أشخاص بدون يعملوا حتى تلبيسة عادية التلبيسة التقليدية بيلجأوا لحتى الطبيب أنه لازم نسحب لك عصب طيب أو شو هي الفوادق كمان هاي من المعلومات أنه المغلوطة الشائعة أنا إذا بدي ساوي تلبيس لازم أسحب العصب ما بالضرورة إذا العصب أنا ما عندي التهاب عصب لبي فيني ما أسحبه فيني بس حضر السن وحط تلبيسة على السن يعني بتعتمد على وضع السن وحيويته لبيا حسب كالحالة اليوم طيب من لاقي اليوم نسبة كبيرة من الصبايا بيلجأوا لطبيد إن كان ليزري أو كان بالبيت شو تنصح اليوم دكتورة أي أفضل وأي أنا ممكن أنا فعلا أخذ نتيجة أسرع طبعا هلأ نحن نوعي طبيد هنن فعالين وتصبيا يعني لهم مواد معينة وتركيز معينة حسب مثل ما حكينا حالة الأسنان إذا كانت التصبغات متوسطة فيني أنا طبق جلسة ليزر بالعيادة مدتها 30 دقيقة وبالتركيز معين مو تركيز كتير قوي حتى ما سبب حساسية بالأسنان فيني أنا بالمنزل أيضا إذا كان عندي تصبغات معندة أو المريد مثلا عمل طبيد من قبل مكتير مستفيد أعطي طبيد منزلي فكرته بتعتمد على أنه بيحتاج لأسبوعين يعني طريقة التطبيق بتمتد أكتر الفاعلية أكتر وقعد يمومته مع الوقت بس يخلص طبيد بيضل معه أكتر في ناس بيلجأوا للأثنين يعني أنا هيك بلاحظ أحيانا ممكن يبلشوا بالمنزلي بعدين يعملوا الجلسة بالليزر هذا الشي صحيح؟ ممكن يبلشوا بالليزري بعدين ينتقلوا أسبوعين منزلي ممكن يأثر على طبقة الأسنان ممكن يأثر هذا الموضوع؟ هلأ مثل ما حكينا إذا التركيز كانت مضبوطة من قيمة للطبيب يعني مو استخدام عشوائي تماما في كتير منهم بيروحوا بيشتروا مواد الطبيض وبيطبقوها لحالهم طبعا بدنا نقيم وضع اللسة والأسنان إذا كانت حساسة إذا كانت التركيز مضبوطة ما في أي تأثير ممكن في أنواع بودرة أو هيك شي تستخدم منزلية تنحط على فرشاية الأسنان بيقولوا هاي تأذي اللسة بأغلب الأحيان طبعا بالتطبيقات الشديدة إلى مثلا إذا خدمناها بشكل كتير قوي أو طولنا ممكن يتأثر على اللسة بس هي غالبا تجير شكل هلامي أو جيل يعني منحطه ضمن قالب بخصص لأسنان المريض نفسه وبينام فيهم بالليلة 8 ساعات حتى كتير بسمع أشخاص أنه عم يستخدموا وصفات عم ياخدوها مثل ما حكينا عن السوشال ميديا عن النت أنه وصفات طبيعية بيطبقوها بالبيت قديش هذا لازم يكون عندنا وعي لألو قدي بيضر بالأسنان يعني حتى باللثة هذا من الاستخدامات العشوائية اللي حكينا عننا والمعلومات المغلوطة عنه نحنا كل شي على السوشال ميديا نجي من طبقه الالتهابات لسوية في كتير ناس مثلا بيفكروا مثل ما حكينا أنه الفينير هو راح مدى الحياة اللي بتقري على السوشال ميديا أنه الفينير هو ضمان مدى الحياة لا المعلومات الحديثة ما في شي اسمه مدى الحياة يعني العمر الافتراضي للفينير بيمتد لـ 8 إلى 12 سنة أنا بعد 12 سنة حتى لو كان الفينير سليم لازم غيره لحتى أعمل تنظيف للسه من أول وجديد وأعطي حيوية حتى بغير الفينير فهي المعلومات مثل ما حدرتك حكينا أنه هي معلومات مغلوطة لازم دائما نحن نرجع للطبيب طبيب يعطي معلومة دقيقة ولكل مريض بحد ذاته كل حالة طبية إلى معلوماتها الخاصة أو إلى تعليماتها تمام دكتوري نحن يمكن دائما لما نحكي بصباحنا عن مواضيع متعلقة بالأسنان نركز على فئة الأطفال اليوم قدمهم نحن نوعيهم من الصغار لحتى يحافظوا أكتر على أسنانهم كرمال فعلا ما يمرق يمكن بمشاكل بعدين ويحتاجوا فعلا إن كان إجراء علاجي أو تجميلي أو جراحي حتى تمام مثل ما حكينا الآن التوعية هي أهم عامل طبعا نعطي نصائح اليوم للأطفال للأهالي كرمال فعلا يتشجعوا الأطفال يحافظوا على أسنانهم باستمرار لازم نبلش طبعا من مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة كلما كانت العناية بالأسنان أحسن كلما حافظنا على الأسنان في كتير أطفال ما نشوفهم هلأ بعمر الست لسبع سنوات عندهم الأسنان الخلفية الأرحاق متهدمة أو متسويسة يعني مع بداية ظهور السن الدائم عم نشوف تسوّس بالأسنان لذلك التفريش المتواصل لازم مثلا نحن نوصف للأطفال اسمها سادات مواد سادة للأسنان نحط فلور وقائي أنه يتمضمضوا بالفلور وقائي أو نطبقوا بشكل جيل كل هاي التعليمات ممكن تساعد الأطفال مع الأهل أنه يتفادوا مشاكل الأسنان تمام حتى أنه نبلش بالتقويم بأعمال مبكرة هاي كتير معلومة أي عمر هو أكتر شي مناسب ليبدو الطفل بمرحلة التقويم هلأ نحن بعد ما نخلص الأطباق المختلط وبمرحلة 11-12 سنة هي المرحلة الفعالة اللي نحن لازم ندخل ونحط فيها تقويم لأنه بيكون حركة العضم ونمو العضم بزروته لذلك بتكون استفادة كتير بمكانها وبتوفر لقدام كتير تداخلات بتصير المعالجة مع الأعمار الأكبر معقدة بدأ فترات أطول أكيد مثل ما قالنا الأسنان يعني هننا أهم شي مراية الوجه حتى بتحسي الصغار بيحبوا أنه يعتنوا بهذه القصة أو يكون مظهر أسنانهم جميل أكيد بدنا نتشكرك على هذه المعلومات اللي قدمتيننا ياها وشكرا كتير لإلك وعلى حضورك معنا يعطيك ألف عافية